كدليني أتكلم وأطمن كل جمهور الأهلي على الفرقة الفرقة اللي استقنفت تدريباتها بالتعديد الفرقة الأول لكرة القدم بالنادي للأهلي بيستقنف تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولين العرب يوم 27 يوم الحد اللي جاي من الشهر الجاري يعني المباراة أكيد مهمة جدا في ربع نهائي بطولة كاس مصر إن شاء الله الأهلي كنا موفق تدريبات كانت بتستقنى في النهاردة بعد راحة لمدة 24 ساعة بالأمس وأكيد تدريبات كلها مهمة وشهدت عدد من الكواليس والأخبار الضروري جدا أن نتطرق لها وأهمها طبعا عودة الدوليين لتدريبات الفريق بعد انتهاء معسكر منتخبنا الوطني الأول اللي تخللوا الفوز على المنتخب البلجيكي بنتيجة 2-1 لكن الأمور ماشية بشكل إيجابي بشكل جيد جدا في إطار الاستعداد للمرحلة المجبلة كلها المرحلة ستكون غاية في الأهمية حتى تشمل منافسات كاس مصر حتى تشمل كمان مباريات في بطولة الدور اللي انت ماشي فيه بشكل ممتاز متصدر مع الاتحاد السكندري 9 نقاط من 3 مباريات فإن شاء الله بإذن الله الأهلي يستمر على الانطلاق الرائع على مختلف الأصعاد محليا سوبر تأهل أفريكي لدور المجموعات بعد الفوز زهابا وقيابا عن تحاد المنستيري في الجانب الأفريكي أو في الصعيد الأفريكي وكمان مباريات الدوري ومبارات السوبر فبالتالي الأمور جيدة للغاية مع مدرب واضح أنه مبشر جدا جدا وأداءه مع الفريق وتركيزه واهتمامه بكل التفاصيل يعني نخلي الناس سعيدة يعني الجمهور الأهلي سعيد للغاية بشكل كبير جدا بكولر لحد دلوقتي إن شاء الله يكون موفق خلال الفترة اللي جاية ونشوف الأهلي بنفس الشكل وأفضل كمان نطبح لكده بعد فترة توقف أكيد كان فيها برضو تدريبات مهمة كان فيها راحة بالنسبة للعبين فبنطمح أن نشوف أداء يكون أفضل وأفضل بالنسبة للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية دي القطات من مران النهاردة في استاد مختار تيتش التدريب كان الساعة 9 الصبح ويعني شمل عدد من الفقرات المهمة جدا أهمها طبعا بعض التدريبات البدنية في الجيم تحت إشراف أندريس أندويا مخطط الأحمال قبل انطلاق فقرات المران الجماعي والنهاردة كان فيه اجتماع ما بين مارسل قوير المرديري الفني باللعبين قبل بداية المران برضو وكلم يعني عن استعداد المرحلة المجبلة ومبارات المقاولون العرب يعني كنوع من أنواع يعني زيادة معدلات التركيز بعد فترة من فترات الراحة كمان كان فيه تدريبات بدنية وبعض الجمل الفنية المحددة قبل ما يكون فيه في نهاية المران تأسيمة تحت إشراف كولر وكانت تأسيمة قوية في الحقيقة ضمت حوالي ثلاث فرق شاركوا فيه التأسيمة دي يعني اللعابي النادي الأهلي في التدريبات اللي هم جاهزين كانوا مقصمين لثلاث مجموعات شاركوا فيه تأسيمة قوية جدا النهاردة زي ما قلت لكم انتظم اللعابين الدولين في التدريبات الجماعية وعودتهم أكيد عودة مهمة وأكيد بتواجد برضو العناصر الرائعة اللي موجودة في قائمة النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله توليفة مميزة موجودة بخلاف كمان اليناير انتظروه بإذن الله واحد أحد يعني بعض التدعمات البسيطة اللي تدعم القائمة بشكل أقوى وأفضل كمان بكتير لأن الأهلي عنده تحديات مهمة جدا جدا في مختلف القصائد زي ما احنا عارفين ومتعودين دايما وأكيد جمهور الأهلي يبقى يعني طموحه لو أن احنا نكسب كل البطولات إن شاء الله ده يحصل رغم صعوبة المنافسات وده أمر طبيعي جدا جهاز الفني واللعبين طيب كان فيه تدريبات استشفائية بالمناسبة للعناصر الدولية أو برنامج بدني لتخلص من الإجهاد بعد مشاركتهم طبعا في معسكر منتخب الأخير بالنسبة لحمدي فتح حمدي فتح النهاردة كان عنده تدريبات منفردة وحمدي بالضبط ايه مشكلته يا جماعة او ايه إصابته؟ إصابته عبارة عن إجهات خفيف للغاية في العضلة الأمامية يعني إصابة مش مقلقة الحمد لله عنصر أساسي لغنى عنه في الأهلي ومنتخبنا الوطني ولعيب راجل ولعيب مميز وشوف نقدي إيه مستوى كان رائع مع كولر الفترة اللي فاتت ويعني يعني حمد لله إصابة خفيفة شد خفيف جدا في العضلة الأمامية وإن شاء الله بإذن الله في فرص نلحق بمبارات المأولين حتى لو ملحقش فأنت عندك السلية جاهز وعندك أليو ديانج جاهز الاتنين بعد الإصابة جاهزين لكن بالنسبة للحمد فاتح وعنده بعض التدريبات والبرامج التأهلية اللي بشكل منفرد وإن شاء الله بإذن الله في القريب العجل يكون متواجد في التدريبات الجماعية يعني ده بخصوص تدريبات الأهلي وأبرز الكواليس وده اللقطات زي ما حضراتكم شايفانها وأكيد خلال الفترة الجاي الأهلي حيستقنف تدريباته بشكل طبيعي بقرة في تدريب معتقدش هيكون في فترتين كمان خلاص لأنت خلاص لعدة تنازلي المبرات مقاولين تدري يعني تتلعب يوم الحد اللي جاي مع المقاولين العرب فماتش صعب جدا في بوليت كاس مصر